موسيقى صبحكم الله بالخير مشاهدين الكرام في حلقة جديدة وصباح جديد نطلبها عليكم عبر شاشة الجميع الشرقية من كلباء وبالتحديد مجلتنا الصباحية المتنوعة صباح الشرقية في حلقة اليوم سنأخذكم في حزمة متنوعة من الفقرات والتقارير المختلفة والثرية وأيضا سنستضيب ضيوف أكارم بنورونا إن شاء الله في الاستوديو ما بننسى بما أن الأجواء جميلة في المنطقة الشرقية فكاميرا برنامج صباح الشرقية ستجول وتجوب المنطقة الشرقية بنطلع على أجمل الأماكن السياحية إلى جانب الأجواء الجميلة إذا مشاهدين دعونا نتعرف على عنوين حلقة اليوم جولة أسبوعية في سوق الخضروات والفاكهة بمدينة خرفكان طريقة اختيار الحلويات وفوائدها للجسم وأخيرا المثلجات الباردة خيار منعش لفصل الصيف إذا مشاهدين أعود لكم مجددا بعد ما تابعنا عنوين حلقتنا اليوم ونود في مستهل هذه الحلقة أن نطلعكم على آخر الأخبار المحلية المتعلقة بإمارة الشرقة ودولة الإمارات العربية المتحدة وجولة سريعة لأهم الأخبار في صحفنا المحلية لليوم ونبدأها من صحيفة الخليج التنفيذي ينظم عمل مقدمي الأنشطة الاجتماعية في إمارات الشرقة وفي تفاصيل الخبر ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشرقة نائب رئيس المجلس التنفيذي صباح الثلاثاء في مكتب سمو الحاكم الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي بحث الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمعنية بتطوير العمل الحكومي ومتابعة سير العمل في المشروعات التنموية المتنوعة في كل مدن إمارة الشرقة ومناطقها وأصدر المجلس القرار رقم 23 لعام 2022 بتنظيم عمل مقدمي الأنشطة الاجتماعية في إمارة الشرقة وتسري أحكامه على المنشآت التي تزاول الأنشطة الاجتماعية في الإمارة والمناطق الحرة ولا يجوز لأي منشآت أن تزاول الأنشطة الاجتماعية في الإمارة ما لم يكن مصرحا لها من دائرة الخدمات الاجتماعية وفقا لأحكام هذا القرار كما يحضر على أي منشآت فتح أي فرع لها في الإمارة إلا بعد حصولها على تصريح بذلك إذن مشاهدينا وانتقالا إلى الخبر الثاني من صحيفة الخليج ورشل غرس قيم التطوع لدى الأطفال بالشارقة حيث قدمت جائزة الشارقة للعامل التطوعي ورشل الأطفال ضمن برامج معسكر حصاد التطوعي في نسخته العشرين الذي تنظمه دائرة الخدمات الاجتماعية للأطفال من السن السادسة إلى الثانية عشرة تعزيزا لرؤيتها في غرس قيم العمل التطوعي ونشر ثقافته بين فئة الأطفال وتضمنت الورشل التي قدمتها شيخ عبدالخالق السركال من الجائزة نبذة تعريفية وتوعوية عن العمل التطوعي إضافة إلى العمل التطوعي المخصص للأطفال وأنواعه والنماذج التطوعي الناجحة من الأطفال وعرض أيضا سلسلة من اللقطات المرئية المعبرة عن العمل التطوعي وأيضا تهدف الجائزة من خلال هذه الورشة إلى سقل مهارات التطوع لدى جيل الناشئ وبيان أهمية العمل التطوعي وقيمها الروحية وخاصة في المبادرة والعطاء وتحفيزها في نفوس الصغار وتعزيز قيمة العمل التطوعي وغرس حب الصدقة لديهم وخاصة لدافئة الأطفال والناشئة وانتقال مشاهدينا إلى الخبر الأخير من صحيفة الخليج الشارقة للتراث يطلق مخيم الراوي للأطفال حيث انطلقت فعاليات وبرامج وأنشطة مخيم الراوي الصيفي التي ينفذها مركز التراث العربي التابع لمعهد الشارقة للتراث في قاعة المحاضرات بالمركز وتستمر الورشات والفعاليات التي تستهدف الأطفال من سن الثامنة إلى الثانية عشر حتى الرابع من أغسطس آب المقبل وذلك من الأثنين حتى الخميس أسبوعيا وتتميز الورشات بالتشكيلة جاذبة ليكون الأطفال على اتصال مباشر مع المواهب والإبداعات خصوصا فيما يتعلق بالتراث ويأتي هذا البرنامج المهم ضمن استعدادات المعهد لمتلقي الشارقة الدولي للراوي في نسخته الثانية والعشرين إذا مشاهدينك كانت هذه جولة سريعة لأهم الأخبار متعلقة بالإمارة الجميلة الإمارة الباسمة والمناطق التابعة لها أما الآن ننتقل بكم لنتعرف على درجات الحرارة وحاطة الطاقس في المطقة الشرقية وباقي مدن إمارات دولة الإمارات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذا مشاهدين عود لكم مجددا بعد ما تابعنا درجات الحرارة اليوم وما زالت الأجواء جميلة في المنطقة الشرقية وأجواءنا أكثر من رائعة ومثل مع وعدكم في المقدمة أن كاميرا برنامج الصباح الشرقية تجول وتجوب المنطقة الشرقية وبحيث أنها تطلعنا أكثر على هذه الأجواء الجميلة وأهم الأماكن السياحية التي تتميز بها المنطقة الشرقية كما نرى الآن مشاهدينا هذه فقرة مباشرة من قبل الأخوة والزميل سامر على شاطئ مدينة كلباء بحيث أن يعرضنا أجمل اللقطات التي تتميز بها هذه المدينة الجميلة أجواء جميلة أجواء مبشرة في الحقيقة ومثل ما ذكروا الأخوة في المركز الوطني للأرصاد الجوية ستدوم إن شاء الله هذه الأجواء الجميلة لعدة أيام إذا مشاهدينا كما نرى الآن على الشاشة شاطئ مدينة كلباء هذا المتنفس الأكثر من رائع لدى كل زائر وسائح ومقيم لهذه المدينة بحيث أنه يحتوي على الكثير من المرافق التي أيضا المميزة في الحقيقة والتي تخدم الجمهور ولكل مرتادي شاطئ مدينة كلباء إلى جانب مثل ما نرى الآن على الشاشة هناك أيضا مشاهدينا فرق الأنقاذ موجودة الأنشطة البحرية المميزة في الحقيقة أيضا موجودة على الشاطئ فهذه من ضمن الأشياء التي وعدناكم لها في برنامج صباح الشرقية وستستمر إن شاء الله طوال هذه الحلقة بحيث أن الأخوة المصورين سيجولون في المنطقة الشرقية بكل مناطقها ومدنها وبيعرضون هذه الأجواء الجميلة والمبشرة لهذه المدن التابعة لإمارة الشارقة وهذه دعوة مننا مشاهدينا لزيارة المنطقة الشرقية بما أن الآن العطلة الصيفية لمجيء إلى المنطقة الشرقية والاستمتاع بأجمل الأجواء الموجودة فيها وقضى أجمل الأوقات مع العائلة وحتى الأصدقاء إذا مشاهدينا ما زلنا مستكملين هذه المجلة الصباحية المتنوعة ونبدأها لأول فقرة وهي الفقرة الأسبوعية في سوق الخضروات والفاكهة بحيث أن الزميل محمد النقبي موجود في سوق الخضروات والفاكهة في مدينة خورفكان ليعرفنا على الأنواع المتوفرة وأسعارها لهذا الأسبوع دعونا نتابع محمد ولنا عودة يا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام ونحييكم بتحية طيبة من خلال هذه الفقرات المتجددة من برنامج صباح الشرقية فأجليه اليوم في سوق الخضروات والفواكه في مدينة خورفكان بنتعرف على المتوافر في السوق إلى جانب الأسعار لهذا اليوم وخلونا بالبداية نبدأ عند أخونا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله نادر كيف حالك الحمد لله نادر خبرنا شو عندك اليوم اليوم في الصامن من القضرة فيه جزر بلنجان خبرنا نادر هذه اللي أنت مسوينها على كم هذا واحد كيلو كيلو خمس ريال الكيلو على خمس دراهم سوينها أنت على ربطات نعم وعندك هناك القراء على كم قراء أسهم سيما هذا أربع ريال واحد كيلو أربع الكيلو على أربع دراهم وعندك هناك الزنجبيل على كم الزنجبيل واحد كيلو سبع دراهم الكيلو على سبع دراهم وعندك هناك يونيت الثوم صغير هذا هذا صغير هذا يمكن هذا نص كيلو ما فيه شوية يمكن هذا شوية غالي يمكن هذا فيه ست دراهم هذه تقريبا نص كيلو على ست دراهم من وين هذا الثوم؟ هذا من الإسبان إسبانيا نعم نص كيلو نعم عدنا ايضا ليمون على كم ليمون واحد كيلو ثمانية درهم الكيلو ليمون على ثمان درهم تعال خلنا نشوف بعد شو عندك هنه تعالوا يا ناظر خبرنا الشمام على كم لبنان لا هذا كيلو سبا درهم واحد كيلو سبا درهم ممكن هذا ممكن ثنين كيلو هذا فوق هذا الكيلو على كم كيلو سبا درهم الكيلو على سبا درهم من وين هذا من لبنان من لبنان ايضا عندك البرتقال علي كم البرتقال واحد درزن درزن علي كم درزن عشر درهم الدرزن على عشر درهم صندوق يمكن ايضا من صندوق 25 28 28 فيه موجود صندوق على 25 درهم أيضاً عندك التفاح الأحمر على كم؟ التفاح الأحمر طيب 12 درهم نوز الآن الدرز على 10 درهم 10 درهم وعندك أيضاً صندوق البرتقال هذا البرتقال أبو سراء هذا أبو سراء مل سبين أبو سراء؟ مل سبين على كم مرة ثاني؟ هذا 55 درهم هذا صندوق صندوق على 55 درهم وأيضاً الموز عندك على كم؟ نسمو نسمو 12 حبة 10 دراحم أيضا نفس الشيء. فلنظروا ايش 10 درام نشوف شو عندك بعد المتوافر من الخضروات ايضا نشوف يورقيات علي كم عندك خسفي جرجيل بربير مسك Guess خلنا نبدأ في الخس، الربط علي كم رفتھیسم Ps الكيلو علي كم كيلو 5 درام رذاي ربطات صغيرة نعم.. وعندك، أيضا نرقي البرتغال نفسه عندك الأمرضي الورقية هذه المشاكل من رأس قيمة إضافة على مخصصات هذا من السلك عرفنا كل ربطة تقريبا على درهم عندك الحلقة؟ رقي واحد كيلو ريال نص الكيلو على درهم ونص درهمين نص درهمين نص درهمين ونص سبوع ريطاف كان درهمين واحد من 10 درهم تقريبا لكن 12 كيلو هذا نعم مشكور يا نادر ما قصرت مشكور زاق الله شكرا لنا مشاهدين الكرام إذا نكون وصلنا إلى ختام جولتنا في سوق الخضروات والفواقع في مدينة خرفكان تعرفنا عن متوافر في السوق إلى جانب الأسعار لهذا اليوم والآن عودة للستيديو شكرا لك زميل محمد على هذه الجولة التعريفية للأسعار متعلقة بالخضروات والفاكهة وخاصة في سوق الخضروات والفاكهة في عروس الساحل الشرقي مدينة خرفكان إذا مشاهدين الكتابة دائما ما تأخذنا لعالم من الخيال يعبر فيها الكاتب عما يجول في خاطره فيبحر في عالم الحروف والكلمات ويخطها على أسطر ليقرأها المتلقي بكل سلاسة وضيفتنا لليوم شغفها الكتابة ونرحب بالضيفة الغلاء كميل صباح الإبداع غلاء صباح النور حبيبتي عايشة ومشكورين على هالاستضافة الرائعة جدا مسرورة بتواجد وياك وشرف لنا دائما نحن في برنامج صباح الشرقية عدنا فقرة أسبوعية يعني ندعم فيها الموهوبين المبدعين وخاصة المبتدئين في عالم الفن والكتابة والأدب وغيرها من المجالات تقريبا غلاء من سنتين اكتشفت ميولها للكتابة فلو نتحدث أيضا على البدايات لما وصلت الصف الثامن صادفتني أفضل وأحسن معلمة مرت علي كان اسمها علي الزعابي نعم فأذكر مرة علينا الدرس اسم الأساطير فطلبت من أبلا علي مثل واجب الواجب كان عبارة عن أن نرسم رسمة خيالية ونكتب عنها أسطورة جميل أو أن نعبر عنها فأنا كنت أراد موهوبة بالرسم فأراد كان عندي رسومات خيالية فبديت أني أكتب عليها نصوص تعبيرية أعبر عن هذه الرسمة فلما تشافت هنا بلعالية اتفاجأت أنا عندي هذه الموهبة فخلنا نقول أن هذه كانت النقطة أين أنا بديت أكتب نعم اللي هي بوابة الانطلاق نعم نعم جميل فلو نتحدث أيضا على القصص يعني مثل ما نشوف الآن غلاء القصص موجودة لدى غلاء لكن إلى الآن لم تنشر لماذا؟ فقط مكتفية على نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي أيوة إن شاء الله رح أنشرها في المستقبل لكن بعد ما أخلص تجميع كل القصص مثلا الآن بادية في رواية اللي هي الظلام فإن شاء الله بعد ما خلص الرواية رح نشوف جميل من القصص القصيرة إلى الروايات أيوة نعم هناك اختلاف كبير حتى على مستوى أساسيات الكتابة على معايير القصة فلو نتحدث أيضا من علمك أساسيات الكتابة خاصة للقصة وأيضا للروايات أيوة فأنا من بديت أكتب ما كنت أعرف اللي هي الأساسيات صحيح بدأت باللي هي النصوص التعبيرية أعبر عن رسومات وكذا نعم فمن لاحظة بوي علي هذا الشيء أني أنا موهوبة بالكتابة بدأ يرسلني مثل اللي هي الكتب الإلكترونية نعم اللي تعلم الكتاب من الصفر نعم فأنا طلعت على هذا الكتب وقريتها وبدأت أطبق الدروس اللي أتعلمها من هذا الكتب في كتاباتي جميل فلما نتحدث أيضا يعني أكيد هناك فيه أساسيات مختلفة أيوة بين القصة القصيرة وبين الروايات أيوة بس الرواية يكون فيها أحداث أكثر تفاصيل أكثر تكون شيقة أكثر أما القصة القصيرة تكون مختصرة شوي صحيح وقرأت في يوم الأيام أن من أصعب الأشياء التي تمر على الكاتب اللي هي انتقاء الشخصيات أيوة يعني يقول لك غلا أن كثرة الشخصيات ممكن تتوه الكاتب في بعض الأحيان القارئ فلو نتحدث أيضا عن الشخصيات وانتقاء غلا لشخصياتها الشخصيات إذا كثرت الشخصيات أنت راح يعني تتفهقين ما راح تعرفين يعني وين أي شخصية راح تكون موجودة بالضبط وين الحدث وكذا فالكاتب الممتاز أو الكاتب البارع راح يعني يختار شخصيات معينة شخصية شخصيتين كشخصية رئيسية أما الباطن راح يخليهم مثل شخصيات تنوية جميل فلو نتحدث مدامنا الحين القصص موجودة عندنا في الأستوديو نتحدث أيضا عن أصدار مو بأصدارات قصص غلا في كتاباتها نشوف دروب الأمل اللي هو الوباء الوباء؟ دروب الأمل اسمها مثل أجساء سميها لها اسم نعم دروب الأمل هذه شاركت بمسابقة اللي هو مهرجان طيران الإمارات للأدب جميل فخلينا نقول أن هذا المهرجان كان سبب الرئيسي أني أبدأ أكتب القصص فدروب الأمل هي أول قصة أكتبها وماذا تحتوي هذه القصة؟ دروب الأمل تتكلم عن التحديات اللي نواجهها في جائحة كورونا وعن المصاعب وتحدي المرض والتفائل وتمسك بالحياة جميل ممكن أستلم هذه القصة عشان نطلعها أيضا للمشاهدين مثل ما نعرف أن القصة وخاصة للأطفال هي رسالة يجب هذه الرسالة أن تكون هادفة ذو فكرة واضحة فلو نتحدث أيضا عن الفكرة من أين تأتي غلبي أفكارها؟ الفكرة وأستلهم الفكرات من الرسومات كلها فخلنا نقول أن رسوماتي هي مصدر إلهامي جميل وبعض الأفلام الخيالية اللي أتابعها وبعض القصص والروايات والكتب اللي أقراها تكون مصدر إلهام لي أيضا جميل والحياة اللي حولي لأعيشها مثل جائحة كورونا قدرت أني أكتب منها دروب الأمل جميل ومثل ما نعرف أنه الله محبة أيضا للكتب الخيالية والأفلام الخيالية أيوة لماذا الخيالية بالذات؟ الخيال يقدر أنه يوديت يعني مكامات تتخيلين يعني أحداث تكون يديدة وشيقة نعم أما إذا كنت تتكلمين عن الواقع فالقارئ يقدر أنه يتنبأ شو راح يصير بعدها لكن لما القصة الخيالية تتخلط شخصية خيالية في النص مثلا أنت ما تعرفين شو راح يصير هذا له علاقة أيضا بالخيال الواسع مثلا في بعض الأحيان نقول فلان خياله واسع عنده عنصر أيضا التشويق أيوة إذا كان شخص عنده خيال واسع فهذا الشخص أنه تفكيره أكبر من عمره فخلنا نقول أن مثلا إذا الشخص كان يفكر تفكير أكبر من عمره يقدر أنه يتوصل إلى قصص خيالية أيضا أنه يربط الفكر بالقصص الثانية فأنه إذا يبغي ينمي خياله أكثر فأكثر يقرأ بعد قصص طيب أول كلمة قريتها في هذه القصة يائس وبائس هذه الكلمة يائس وبائس تصف حال مارك اللي هي شخصية شخصية الرئيسية في هذه القصة أيوة يائس وبائس كانت حالة مارك في البداية فيائس وبائس هو توضح كيف انتقل من هذه المرحلة لمرحلة تغمرها الأمل نعم فلو نتحدث أيضا عن الصعوبات التي مرت على غله وخاصة عندك كتابتها للقصص أيوة أنا كانت عندي تحديات مثلا في اللغة اللغة العربية اللغة العربية كنت ضعيفة مثلا في الإملاء وفي النحو لكن اتغلت على هذه التحديات بساعدة أمي الله يحفظها جميل فخصوصا أنها كانت مدرسة اللغة العربية فقدرت أنها وادي تساعدني في قراءة القصص والكتب وأني ألخصها جميل طيب بما أن نقدر نقوم موهوبة مبتدئة في عالم الكتابة أو كاتبة مبتدئة فلو نتحدث أيضا لكل شخص عنده هذه الميول أو هذه الموهبة ما الأمور أو ما المفاتح الأساسية التي يجب عليه اتباعها ليصبح كاتب أولا إذا كانت عندك موهبة الكتابة أو أي موهبة أو مهارة ثانية لازم أنك تمارسها تتدرب عليها كل يوم كل يوم تتدرب عليها تمارسها تقرأ عنها تبحث عنها في اليوتيوب تطلع فيديوهات تعليمية فبالتالي أنت راح تقدر تنمي أي مهارة عندك ليس بشرط الكتابة فأنا عشان أن أنمي موهبتي بالكتابة كنت أمارسها كنت أتدرب عليها يوميا يوميا أرسم أكتب نصوص تعبيرية فالحمد الله نصوص تعبيرية أعبر عن الرسمة نعم كبداية لأي كان نصوص تعبير مدر شو يعني عندنا الحين غلط عندنا ماليزمة هاي أفضل وحدة عندي صراحة فهي رسمة رسمتها والله من واحد خيالي من زين فحاولت أني أطلع عنها قصة فتذكرت نفسي قبل ما أكتشف أني عندي موهبة الكتابة كنت ضايعها حرفيا فمن اكتشفت شخصيتي واكتشفت لي مهارة الكتابة عندي كتبت هذه أن هي شخصية كانت ضاعة تبحث عن أهلها فلما وجدتهم يعني أهلها كانوا ميتين لما رجعت لبيتها حاولت أن أتحصلهم كذا فاكتشفت أنهم متوفين نعم يعني حتى النهاية في بعض الأحيان تكون نهاية حزينة حزينة مو بشارطة أن تكون على طول طيب لماذا يعني ما هو الهدف أن تكون النهاية حزينة دائما لما نقرأ خاصة قصص الأطفال أو حتى المجموعات القصصية تكون نهايتهم سعيدة المفارقة المفارقة أن تتوقعين شيء ويصير شيء ثاني فأنا حسني أعطي أغلب قصصي لأحاول أن قدر الإمكان القارب ما يعرف شو رح يصير بعدها اللي هي النهاية المفتوحة وهذه من أهم نجاح أو عوامل نجاح أيضا القصص بالنسبة للأشياء الموجودة أيضا هنا غلا أيضا رسوم مميزة أيضا هذين كانوا النصوص التعبيرية لبداية كتابتي بداية كتابتي بداية كتابتي هذه اللوحة شو؟ أو هذه الرسمة؟ الرسمة هذه رسمتها لما خذينا درس أظن غولة النهر في الصف الثامن فرسمت هذه الرسمة على أساس أنها تكون غولة الفن غولة الفن؟ أيوة أنها كانت تبحث عن الفن وزور الأشخاص موهوبين بالفن فلما كانت ترسم رسمة كانت الرسمة تنتقل على جسدها فهذه القصة خلينا نقول أن كتبتها لما كنت مهووسة بالرسم جميل مهووسة بالرسم فحاولت أني أدمج بين الموهوبتين مع بعض نعم الكتاب والرسم طيب هل تعتقدين أن هناك في صلة بين الرسم والكاتب؟ الرسم والكاتب؟ أو الكتابة؟ أنا عن نفسي قدرت أني أشبك بينهم كيف بديت الكتابة من الرسم؟ كنت موهوبة بالرسم فلما شفت رسماتي وكتبت عنهم نصوص تعبيرية هذا الشيء ربط بين الموهبتين عندي نعم وتميلين أكثر للرسم أم الكتابة؟ والله بالتساوي بالتساوي أرسم وأكتب عليها في بعض الأحيان نرى أن الرسومات ممكن تكون كفيلة أنها هي تكون قصة فقط وخاصة بالنسبة للأطفال أيها جربتي غلا؟ لا ما جربت أرسمها نعم بس أن عندي رسومات أتعبر أنت بس مجرد أن تشوفيها تقدري أن تسوي قصة منها نعم من خيالت مثلا ولا تقدر تفهمي منها مغزاة نعم لكن بالنسبة لقصت يعني هل هناك أيضا رسومات من قبل لا هذه صور مثل ما نشوف الآن على الشاشة ماذا صور؟ يعني ما كانت رسومات من غلاء أيها هذه القصة تتكلم عن دروب الأمل تتكلم عن قبض مثل ما تفنا أن الرسمة فيها تراث ومدر كيف كذا فهذا التراث يدل على الزمان الماضي فأن هذه القصة وأحداثها صارت في الزمان نعم نريد أيضا مختصر لهذه القصة شوقتين في الحقيقة يالله فالقصة هي عبارة عن رجل يدعى مارك مارك هذا اتفنش يعني من وظيفته من زين فواجهته صعوبات الحياة وبدأ أنه يفقد الأمل فأقترحت عليه زوجته أن ينتقل لمدينة ثانية يبحث عن عمل نعم فلما انتقل لشي يسمونه المدينة الثانية اكتشف هناك اللي هي جائحة كورونا أو فيروس كورونا فحاول قدر الإمكان أنه يبتعد عنه لكن الله مارد وأصاب بمرض كورونا وتنوم يعني في المستشفى لمدة أسبوعين فهو مثل ما قلتنا كان فاقد للأمل أنه يحصل وظيفة وعمل يتقنه فخلنا نقول أنه قوس المطر ألوان قوس المطر اللي هي الأحمر الأصفر البرتقال البنفسجي بدأت تتزوره هذه الألوان اللون الأحمر يعطيه أمل بالمستقبل تشبث بالأمل اللون البنفسجي إواسي وكذا باجي الألوان جميل لغاية يعني هو كان في خيال كان راقد فلما فتح عينه دخلت عليه الهنديرس قلت له أنه أنت خلصت كورونا فلما طلعه ذكر كلام أنه اللون الأحمر لما كان يقول له مستقبلك إن شاء الله راح يكون أحسن فبدأ يسعى أكثر أنه يطور من داتا جميل وبعدها اشترك مع صديقة وسوهم مثل مزرعة فصار مزارع الحمد لله جميل يعني ما شاء الله بالفعل مخيلة غلا مخيلة كبيرة الحمد لله واسعة ممكن في بعض الأحيان تكون الفكرة أصعب من كتابتها أيوة فمن أين تستلهم حتى غلا هذه الأفكار الخيالية وخاصة لدى هذه الكتابات مثل ما قلت رسوماتي في البداية ترسمين هذه الفكرة أرسم في البداية أرسم بشكل عشوائي بعدها من الرسمة نفسها مثل ما قلت أن استوحي منها قصة فأكتبها بشكل أفكار عشوائية وبعد ما أردت بأفكاري أبدأ أكتب سطر بسطر لكل كاتب طقوس معينة ما هي طقوس غلا في الكتابات شمعة موسيقى كنت أيضا من بنات مدينة كلباء البحر عندنا البحر عندنا فأنا لما أحب أني أكتب لازم أكون غرفة بروحي مثلا شغل شموع موسيقى هادية تساعدني في التركيز يعني في الكتابة وكذا وحمد الله جميل تفاعلتي مع وسائل التواصل الاجتماعي ونشرت أيضا هذه المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي هل تعتقدين أن وسائل التواصل الاجتماعي كفيلة أنها أيضا تشهر الكاتب وخاصة المبتدأ إذا نشرت مثلا أي شيء ليس بشرط النقصصي في مواصل التواصل الاجتماعي أحسن ليس بكافي أنا لازم تنشرها ككتب فأنا كبداياتي أنشرها في الإنستغرام فأنشرها كبوستات وكذا ريس صحيح فإن شاء الله في المستقبل أني أتطور وأنشرها في كتب أحسن أنها رح يكون أحسن نعم بما أنها هي جميعها قصص خيالية يعني ومشاء الله عنصر الخيال يعني له دور كبير في هذه القصص أيها لقيت أيضا انتقادات أيها من قبل القراء الانتقادات هذا شيء لازم أن يصير حيث أني واجهت بعض الانتقادات يعني من أشخاص خصوصا أني صغير ومبتدئة في مجال الكتابة فأكيد راح أواجه انتقادات نعم بس الانتقادات أنا أقدر أني أخذها وأقدر أني أستفيد منها أقدر أقوم شخصيتي منها فمثال أن يعني انتقاد أن الأسماء اللي أستخدمها في القصص تكون شوي صعبة على القارئ فحاولت أني أخفف من هالأسماء الصعبة وأختار مثل جون مارك فأحمد الله الأسماء العربية أسماء العربية ما تذيق لي واحد نعم طيب فلو نتحدث عن أيضا الجهد الذاتي لغلة وخاصة عند ممارستها الكتابة هل تقتصرين أو تعتمدين فقط على اليوتيوب أو حتى البحث الذاتي أم أنت دخلت دورات معينة ورش معينة أنت سبتي لمراكز معينة أنا ما اكتفيت بس من اليوتيوب الفيديوهات هذا كان أحد الأشياء اللي ساعدني على الاستمرار في الكتابة أبوي الله يحفظه بعد مثل ما ذكرت أنه كان يرسل لي كتب تعليم الكتابة من الصفر وأنا أيضا شاركت يعني في محاضرات ورش تعليم الكتابة يعني كنت مركزة على هل الموهبة أو هاي المهارة أكثر نعم وإن شاء الله رواية الظلام ستبصر النور عما قريب عما قريب أو اللي بعدها؟ عما قريب باجي منها فصلين فلو نتحدث أيضا عن هذه الرواية بديت كتابة رواية الظلام مع بداية السنة كنت أكتبها مثلا أفكار عشوائية بعدها رتبت أفكاري بديت أكتبها فصل لفصل وقاعدة أطبق كل الدروس اللي تعلمتها خلال السنتين اللي طافوا في هذه الرواية ورواية مثل ما قلت راح يكون اسمها الظلام وهي عبارة عن عشر فصول عشر فصول عشر فصول فأنا مخاصة منها ثمانية فإن شاء الله باجي لي فصلين قواعد وقوانين وأساسيات الكتابة للرواية مختلفة تماما عن المجموعة القصصية فلو نتحدث أيضا عن أساسيات الكتابة للرواية جهد أيضا غلا في الكتابة للرواية الرواية لما أكتبها أكيد راح تحتاج وقت أكثر من القصص ورح تحتاج أفكار أكثر ورح تحتاج أن مهاراتي تتطور أكثر فأكثر فعشان تيما تشوفوني أني مستعجلة وائد أني أخلص الرواية أحاول أني أتعلم أقدر أقدر أكثر إمكان يعني من المهارات وأقدر أطبقها على هذه الرواية فحيث أن أول رواية لي تكون أفضل رواية جميل لكل كاتب ممكن بصمة أو هوية تمثله ما بصمة غلا في كتاباتها؟ بصمتي اللي هي خيالي صحيح نعم جميل أن خيالي يختلف عن باج الخيال أن أحيانا مثلا الخيالي اللي هي أستلهمها من رسوماتي رسوماتي يمكن ما في حد تاني أرسمها فعسابتي أنا أستلهم من الرسومات عسابتي تكون فكرتي غير عن الأفكار بما أن غلا محبة للأدب لم تقتصر على الكتابات فقط بل كانت أيضا تعطي ورشات وأيضا تعطي دورات بالنسبة للكتابة أيضا هذا ممكن جهد كبير أيوة تجربة التدريب أو تجربة تعطاء المحاضرات كانت مصغرة جدا نعم بحيث أنها كانت بشكل بسيط على مستوى مدرستي بين زميلاتي الدورات اللي عطيتها لزميلاتي في المدرسة كانت عبارة عن تعليم التصميم تعليم البرمجة كأساسيات يعني غير أنها موهبة الكتابة محبة أيضا غلا للبرمجة أيوة هذه من ضمن الهوايات أيوة اللي تميل لها أيضا غلا فلا نتحدث أيضا عن البرمجة وما علاقة البرمجة بالكتاب ولا هو شتان يعني بيننا البرمجة لا شتان بس أنا موهوبة يعني عندي عدة مواهب وكذا فأحب أني أكون ممتازة في كل شيء مثلا أنا موهوبة في البرمجة أسعى أني أطور من البرمجة أيضا ما بس الكتابة أحاول أوازن بينهم وهم الاثنين طيب مدام أننا الموهوبين عندنا والطلاب المتميزين موجودين عندنا في الأستوديو وممكن أيضا نريد رسالة منكي إلى الجمهور بكيفية استغلال الوقت الصحيح وخاصة العطلة الصيفية أيوة أطلع الكاميرا هي هذه الكاميرا موجودة طبعا استغلال الوقت أو متى ما تكونوا فاضين في وقت وراغكم حاولوا أنكم تكتشفوا نفسكم مثل ما قلت أني أنا رسمت وكتبت عاستبت نفسي كانت مثلا ضايعة فأنتوا حاولوا في أوقات الفراغ أن تسوون شي تحبونا وبعد فترة راح تلاقون نفسكم أننا متجهين لهذا الشيء أكثر فحاولوا أن أنتم تنموا من مهاراتكم اللي يعني اكتسبتوها في وقت الفراغ واتدربوا عليها أكثر وأكثر عاستبت توصلون لشيء في المستقبل إن شاء الله ويخدم وطننا ما شاء الله عليك مبدعة غلا كل شكر لك الغلا كميل وكل التوفيق لك إن شاء الله في هذا المجال ونحن في انتظار الرواية بنصدفة إن شاء الله في برنامج صباح الشرقية للحديث أكثر عن رواية الظلام إن شاء الله مبدعة الله يوفقك أكثر وأكثر في هذا المجال إن شاء الله وياكم